السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي العلم سبيل الهدى ووسيلة الرقي وتحقيق الرفاهية وهذا يفرض على طالب العلم أن يشتهد كي ينال أعلى مكان نتحدث اليوم عن نص طريق المعالي للشاعر محمد عبد المطلب هو شاعر مصري ولد في بيصونة من كرى جرجاء وتخرج من مدرسة دار العلوم وعمل مدرسا وله ديوان شاعر وروايتان هيا بنا نقرأ النص معا إن كنت تبغي المعالي فالعلم أهدى سبيلا واضب عليه مجدا واطلبه دهرا طويلا كن بالعلوم كن بالعلوم ولوعا ترقى المقام الجليلا وأتعب النفس فيها تلقى الجزاء الجميلا العلم للمجد باب يا من يروم الدخول والحر للمجد يسعى ويصهر الليل طول لو لا العلا لو لا العلا ما سهرنا بالجد ليلا طويلا يدعون الشاعر في هذه الأبيات إلى الاجتهاد من أجل تحقيق المجد ويبين السبيل الصحيح وهو سبيل العلم ويقدم نصائح لكل من يسير في هذا الطريق إن عمل بها حقق المجد والعلا ننتقل إلى المفردات اللغوية الكلمة المعنى تبغي تريد واظب استمر مجدا مجتهدا ترقى ترتفع ثانيا الكلمة المضاد العلم الجهل أهدى أضل يصخر ينام أتعب أرح ثالثا الكلمة جمعها العلم العلوم سبيل صبل الظهر دهور المجد الأمجاد الحر الأحرار من مواطن الجمال العلم أهدى سبيلا تعبير يصور العلم بطريق يسير فيه الإنسان ليصل إلى المعالي واظب عليه أطلبه هذه أفعال أمر للنصح والإرشاد العلم للمجد باب تصوير المجد ببيت والعلم باب لهذا البيت واظب عليه أطلبه أمران للنصح والإرشاد المقام الجليل تعبير يبين مكافأة من يصهر ويجتهد ننتقل إلى الأسئلة والأجوبة ما الذي يدعو إليه الشاعر يدعو إلى الاجتهاد من أجل تحقيق المجد ويبين السبيل الصحيح إليه وهو العلم أي التعبيرين أجمل ولماذا؟ العلم للمجد باب أم العلم باب للمجد التعبير الأول أجمل لأن تقديم الجار والمجرور يفيد التخصيص والتوكيد كما يوحي بالاهتمام وأخيرا الواجب المنزلي اكتب لافتة عن أهمية العلم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة